طيب خلينا متفقين كده على النقطتين مع بعض ستين علشان نكامل فيهم مع بعض. اللقدام حضرت ده شايفين من الظروف كلها اتاحت المنافسة على الدوري وهو كان يستحق المنافسة على الدوري اطلاقا. خلينا متفقين برضا على النقطة التانية وهي حاتت ان انجح حاجة كومن عملها بلشورنا هي التلاتة خمسة اتنين. غير كده ما فيش. لا اقدرت مانشاط ولا قرية خصوم ولا بلشورنا قادر ان هو يتطور دفاعيا ولسه مشاكل الدفاعية هي هي. والمشكلة كمان ده لقيت تكبر بعد ملعبة كانوا مصابين ورجعوا من اصاباتهم الطويلة زي جيرت بكيه وزي سيرج روبرتو. وقتها قررنا ان احنا نبوز حاجة من الحاجات النجحة جوة برسولونا وهي التلاتة خمسة اتنين. تلاتة خمسة اتنين بتاحتك اللي هي كانت حرفيا رمز نجاحك الوحيد انت قررت انك تلعب في التشكيلة عالشان خاطر عايز ترجع بكيه عافية وغصبا عن اي حد حتى لو مش قادر يمشي هتحطه جوة الملعب. بكيه بيقدي اداء نوعا ما جيد? خلاص انا كده صح. طب احط سيرج روبرتو. سيرج روبرتو مش قادر يمشي ومش قادر يتحرك. ومباراة جرناطا قالت لك ان الولد مش قادر. وفكرة انك تحطه في الملعب دلوقتي انت بتنهيه. مش بتساعده. لأ انا هلعب بيه برضو. النهاردة قدام لفنتي. الظروف خدمتني حطيته عثمان دنبلي نحيك اليمين علشان خطر دنبلي مميز بالسرعات ومميز بالانطلاقات. والراجل تصوباته جيدة. والفترة الاخيرة عثمان دنبلي لعيب من اللاعب المؤسرين كده في برشلونة. فحطه على الطرف علشان خطر الراجل بيهاجم كتير. وتيجي مشكلة للطرف دي ان راجل ما بيعرشي دافع. فتلاقي ان كان ممكن تسبب في لقطة هدف وبرشلونة سفر سفر عثمان دنبلي بيستلم القرى غلط. جاءت للعيب الطرف بتاع بتاع لفنتي. لعيبها بطريقة سيئة دي انقذة عثمان دنبلي. وكان ممكن يعمل لقطة بجرب الجزاء. وهي نتيجة وحسن في برشلونة في حكة عثمان دنبلي دي. كانت مخوفاتك. فانت قررت لما رونا انت قاروخه وقال لك ان هو مش قادر. علشان خطر انت بتنزله في موتشاط وانت بتكون شواثك ان هو سليم مية في المية. تيجي بكررة تنزل سيرجي روبيرتو. علشان خاطر تحط سيرجي مين. وتحط تليمولان جايش مال. وتحط تالت وسطهم. علشان خاطر كده حرفين انت بقى سلمت كل المفاتيح بتاعتك. انت بتاعب اتنين وراء محتاجين حد يشيلهم اساسا. فانت كده دمرت الدنيا. ويتالب بتاعهم على فترات بتلاقي ان هو جيد. فانت حرفين ما بقاش عندك دفاع. بقاش عندك اي حقا خالص. اتنين صفر مباراة. ميسي بيقدر يسجلك الاول وبيحط العصمان دنبيلي. وعصمان دنبيلي بيحط البدري والبون فاضي وبدري اخيرا بيسجل وبنفرح ان بدري سجل اخيرا علشان خاطر انت تكرر انك تسلم خط الدفاع كده لفنتي. وليفنتي اول كرة عرضية بتلاقي ان بسم الله ما شاء الله الراجل بيطلع وبيركب سيرجي روبيرتو. وبيحطها علشان خاطر يسجله هدف الاول. بعدها بديتين سيرجي روبيرتو برضو بيغلط وهو بيطلع كرة من تحته ويسجله هدف التاني. عصمان دنبيلي نجنه من وراء بالنسبة لك سجلك الهدف التالت. فانت اول حاجة تيجي اعملها هي ايه? تغيير عصمان دنبيلي. بجد والله. علشان خاطر تثبت للناس كلها ان انت برغم كل مظروب مسندك انت ما تستحقش انك تاخد اي حاجة وخالص. انت عملت تقول للناس يا جماعة انا مدير فني ملط. انا مدير فني ما عنديش. صدقوا ان انا مدير فني مصروح شير برشلونة. علشان خاطر ما تفضلوش تطبرولي. طلعت عصمان دنبيلي. وحركت ونزلت ونزلت من جويسة التغيير اللي كان لازم ينزل مكان اروخه. علشان خاطر تترحى سيرجي روبيرتو يطلع قدام مكان بدري. وسيرجي روبيرتو مكان بدري سيء برضو. الكرة قضعت منه وتردد جاتي هدف التالت. بعدها اي كانت ان خلاص يا جماعة واضح ان تغيير السيرجي روبيرتو دي خلط. طب انا زي ريكي بودجي طيب ما اطلرت عصمان دنبيلي انو وزلت مكانه مارتن بروس ويت. طب ما ايه خلاص كده يا خدب. طب اتدار على ايه? اه فكرت ان انت تحط عصمان دنبيلي في الملعب علشان خاطر اه التلاتة خمسة اتنين برضو مش هلقى عصمان دنبيلي مكان وهلقى مكان وهلقى مكان وهلقى مكان كانت اتخرب دفعيا فحاولت ان انت تلمها فلميتها في العيب سيء ومش قادر يمشي وبعد كده كررت ان انت الصحاحة فحطته بمكان هو مش قادر يلعب فيه. لا عرف يلعب العيب. مساك اه لا عرف يلعب العيب. اه تلت وراء ولا عرف يلعب في خط النص. في الاخر لما زلها تنزلش ريكي بودجي. والمشكلة انك مالكوتش تستحق انك تكسب بالمباراة علشان خاطر حرفيا احنا اتخنقنا منك. الموطوبة اصعب جدا ان كل العك اللي بيحصل ده تلاقي في الاخر ان حتى تسجل هدف الرابع علشان خاطر فرقة زي برسولناه بالاداية الحالي بتقدمه. بالمدير الفن اللي بيقدم موسم مش مفهوم تلاقي ان احنا بالناس عالدور الحد اخر الموطشين. لا احنا ما استحقش يا جماعة المكان اللي احنا فيه. وهرجع تاني نقطة هنا كنت بتفهم معك فيها في البداية. ان احنا ما نستحقش المكان اللي احنا فيه دلوقتي. احنا بننافس بالصدفة. مع مدير فني مش قادر يسدق ان هو بينافس بالصدفة. فبيهبط ويهبط ده بيتكشف ان هو ما عندوش اي حاجة خالص. كاميرا لو شو ما بيحصب. بس معلش يا معلش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. لو ما عجبكش فاعمل اللي انت عايزه اقول اللي انت عايزه.